جبن الكريمي المكونات معنا عبارة عن ايه معنا هنا قالب جبن قريش نص كيلو تقريبا ومعنا هنا نص كوب من اللبن الحليب يعني حليب قليل الدسم ومعنا هنا زيت زيتون ناخد منه معلقتين كبار لو مش عايزينها دايت ممكن تستعمله زيت نباتي ومعنا هنا البهارات معلقة بابريكا نص معلقة كمون ربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة بودر التوم وانا هستعمل قرن شط حار بالشكل قدامنا دا مقطعه حلقات لو مش عايزينها حارة ممكن تستعمله الفلفل الاخضر العادي اول حاجة خالص هنجيب معنا هنا الكبة وهنبدأ ان احنا نقصر فيها قالب الجبنة دي قالب جبن قريش ملح قليل لو القلب بتاعك او الجبنة اللي عندك ملحها كتير ممكن تنقعيها في المياه ساعتين تلاتة الملح بتاعها بيقل خالص دلوقتي بنقصر القلب بتاعنا كده قطع في جبه الكبة وهنحط عليه دلوقتي نص مج اللبن طبعا على حسب القوام اللي انتوا عايزينه انا بحب القوام بتاعه يكون سميك شوية لو عايزينها يكون قوامها خفيف ممكن تزودوا اللبن على حسب القوام اللي انتوا عايزينه دلوقتي هنضربها بالكبة بيكون القوام معنا بالشكل ده هنضيف عليها دلوقتي معلقتين كبار من زيت الزتون واللي مش عامل ضايت يا جماعة ممكن يحط زيت نبادي عادي خالص باي كمية هو عايزها لغاية لما يوصل لقوام الجبنة اللي هو عاوزه هنضيف معنا هنا البهارات معلقة صغيرة من البابركة نص معلقة صغيرة من الكمون ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وربع معلقة صغيرة من بودرة التوم هي بتبقى مكتلة كده فاحنا بنفرقها بادينا وبعد كده هنشغل عليهم الكبة لغاية لما يختلطوا مع بعض ونجيب دلوقتي اللي على الطروف علشان طبعا البهارات بتروح على الطروف بتاعت الكبة نخلطهم مع بعض كده كويس ونديهم ضربة خفيفة كده كمان بالكبة وبعد كده اخر حاجة معنا انا ليه محطتش ده من الاول لان انا مش عايزها يتفرم قوي هنحط دلوقتي قرون الشط الحرم المتقطع صغير ونفرمها بس فرمة بسيطة مع الجبنة وخلاص كده الجبنة الكريمي بتاعتنا جاهزة ان احنا نقدمها طبعا بنحتفظ بيها في علبة بالتلاجة بس انا حاب ان انا اوريكم القوام بتاعها شايفين ماشاء الله القوام بتاعها جميل جدا وكده بتكون الجبنة الكريمي المبهرة بتاعتنا اللي حولناها من الجبنة القريش جبنة كريمي دايت مبهرة بالشكل اللي قدامنا ده انا زي انتها بشريح من الشط الحرة وانتظروا معنا كمان الفيديو بتاع الجبنة الكريمي الغير مبهر بطريقة مختلفة اتمنى يكون الطريقة بتاعت النهار دا عجبتكم اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس او هتنسوا تعملوا اللايك وشير للفيديو وتعليقاتكم الجميلة او بالف هانا وعرف